هنا يجتمع الأوكرانيون لأحياء ذكرى من قتلوا في أحداث الميدان عام 2014 وفي الساحة المقابلة يجتمعوا آخرون لأحياء ذكرى الذين قتلوا في هذه الحرب وبين الساحتين ما زالت أصوات المدافع والقصف مستمر على طول خط الجبهة تقول إيرينا وهي أم لجندي قتل في المعارك ضد روسيا أنه كان يجب على أوروبا دعم أوكرانيا بشكل أكبر من أجل إنهاء الحرب بعد عامين من الحرب وما زالت الناس تعاني الشباب والرجال وكبار السن والأطفال يقتلون وهذا شيء فضيع كل واحد يعتقد أن الحرب ستنتهي لكنها لم تنتهي لو كانت أوروبا ساعدتنا بشكل أكبر وأغلقت المجال الجوي ودعمونا بالأسلحة لكانت الحرب انتهت ووفق بعض تصريحات المسؤولين الأوكرانيين فإن الخيارات الأوكرانية لإنهاء الحرب محدودة خاصة في ظل انخفاض الدعم العسكري والمالي الغربي لكيف فلم يبقى أمام أوكرانيا سوى مواصلة القتال للدفاع عن أراضيها عندما بدأت الحرب كنت خارج أوكرانيا ولدي ثلاثة أبناء كنت أعتقد أنه بمجرد وصولي إلى أوكرانيا ستنتهي الحرب ووصلت إلى أوكرانيا وقررت تطوع في الجيش لأعطي الذخيرة للجنود وأيضا انضمنت إلى وحدات الدفاع الإقليمية وأنا أعتقد الآن أننا سنتمكن استعادة أراضينا وسنعود إلى القرم كما قال زرينسكي ولا خيارات لنا أكثر من ذلك ومنذ بداية الحرب على أوكرانيا قبل عامين اختلفت الآراء بشأن المدى الزمني وقدرات أوكرانيا على الصمود أمام الهجوم الروسي وبحسب بعض المراقبين هنا فقد وصلت الحرب الآن إلى طريق مسدود بعد أيام قليلة ستدخل الحرب في أوكرانيا عامها الثالث حرب يراها الأوكرانيون بلا نهاية ولا تترك لهم خيار سوى مواصلة القتال من أجل استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا عامل عروقي سكاينيوز عربية كييف